السلام عليكم الثالث ديانا نحن نعطي لكم ما يتغيرون مساحات وما سأل نبال حكيكم عن نواجه لكن اليوم بدنا نحلها مع بعض الحل صح يتأكد من الحل اللي حلها يتأكد من الحل واللي ما حل يحل معانا ويتبع معانا خطوة هس لعنا السؤال الاعداد ثم أسمى الكسر الدار على الجزء المضبل في عندنا أول جزء هاد حتينا بدنا على الأجزاء المتسارة بكل هي جميعها زميحة كم عددها العدد كم عددها هي عددها ستة نعدهم واحد اثنين ثلاثة أربعة ستة عدد حين أول مربع عندكم وطلع عدد شو ستة طيب بحكيك عدد الأجزاء المضللة كم سعين مضلل عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة يعني بدنا سموا بمربع الثاني أربعة بحكيك شو الكسر الكسر كم عدد كامل يعني أربعة على ستة اسم الكسر اسم الكسر هو أربعة أسداس أربعة أسداس يعني هو أربعة من ستة طيب العدد الثاني بحكي لك كم عدد الكامل كم عدد الربعات كاملة يعني عندك عدد الأجزاء جميعها نعيدهم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة يعني العدد الكامل كم سيكون عشرة طب عدد المضلل عندنا عنا ثلاثة عنا كما عددنا ثلاثة هاي كاملة هاي الربعة أو الربعة الثاني الكسر عنا شو الكسر الكسر هو عنا الكسر هطلت معهم مربع ومربع الكسر هيكون المقام هو عشرة والبسط الثلاثة اضمن الثلاثة اسم السفط سمع ثلاثة عشرة واحش entscheiden ثانيا 3 هنال عنها بحكيلك سؤال خلصنا، هنال ظاين عنها اللي هي المثلث هادا بحكيلك عدد الاجزاء المثلوية الكلية دي وحد كم عدد الاجزاء المثلوية الأكلية هي 3 3 طب، عدد المظلل العدل المثلوية برضا شو 3 الكسب شو حدقوا الكسب عندك الكسر اللي هو المقام عندنا المضلر عدد المضلر على عدد الكلي عندنا مضلر وعادد كلهم ثلاث عدلات طيب ما سيكون اسم الكسر اسم الكسر سيكون اسمه واحد صحيح اسمه واحد صحيح لماذا ما انا واحد صحيح؟ لانه كامل مضلل لانه كامل مضلل طيب عندنا اخر رسمة لدينا هؤلاء بدنا نعد العدد الكامل كم عندنا عدد الكامل 1 2 3 4 5 6 7 7 يعني عدد كامل 7 عن العدد المضلل كم عندنا 1 3 طيب ما سيكون الكسر عندنا؟ الكسر سيكون ثلاث على العدد كامل 7 اسم الكسر اسم الكسر اسم الكسر سيكون ثلاثة اصبع راذد اسم الكسر ثلاثة طيب ننتقل الاصباحة الثانية بحكي لنا اضلل الجذر الذي يمثل كسر خمسة اثمان خمسة اثمان يعني هيكون عندكم كيف يعني خمسة على ثمانية العدد المضلل راح يكون خمسة عنكم الشكل انت راح تضللوها لحالك راح تضللو من هذا الشكل خمس مربو طيب الثالث هلو عندنا السؤال رقم اه كانت بحكي لك انا كسر مقامي تسعة ومجموع بسطي ومقامي اربع تاعش كمان انا طيب عشان نعرف هاد للحال شرات نعم بعدها احنا بحكي لك المقام عنده هو المقام تسعة البسط احنا جميعاencعizard west بhow البست طيب كم نعرف زادة البسط بك نعرف هاد اعتني요 هلو احكي لك هو مجموع اربع تاعش كمان مجموع تاعش راحينا هBooks 9 زائد رقم الاف لكي يقوم هون ا نضيف 14 تمام منحكي 14 ناقص 9 14 ناقص 9 هي عملي حسابها عايزية عملي حسابها 19 ناقص 9 عشان نبلغ الرقم الي هون نحكي نضع الرقم الي كتير في عائله نضح الننزل لحو نصل رقم 9 14 13 12 11 10 9 عنا كم عادة لنا خمسة يعني خمسة تسعة زائد خمسة على الأربعة عشر معناك رح يكون المقائي رح يكون البسط شوية البسط رح يكون خمسة رح يكون خمسة خمسة على تسعة رح يساوي لو نجمعها نضاع بعتب أربعة عشر مجموعة بحكي المجموعة مهم مش إنا مش هون أربعة عشر تحط لا هو حاطناك المقام احنا نعرف البسط ثمانية ثالث نقص عنا وضلل الشكل المستطير اللي قاتي خمسة على ثمانية نحكي ننضللها خمسة على ثمانية ثم شو بنعملية ثالث هون حاطناك هم شكل المستطير انت بتقصمها انت بتقصم المستطير لا ثمان أقسام اول اشتاعلها اول حال فتتعملها هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاث هاي اربعة هاي خمسة هاي ستة هاي سبعة وهاي تمانية هاي واحد اثنين هاي اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هاي عدنا اخرى اوشتا تأكد منه كان عدن ثمانية بلش نعمل ان نضلل من ها خمسة نضلل من خمسة هاي واحد وهي اثنين وهي ثلاث وهي اربعة وهي خمسة هاي اخلاشا مننا ضللنا احنا شو كم واحدة ضلللنا خمسة بللنا خمسة تكونوا مع بالباك من الطريقة بتحبوها بتلوهم طريقة حوبة وصنا بتزيل عنكم ايه خاكة خمسة على ثمانية ماهي وكل احنا خلصنا لأسئلة التباير المسائل واللي عند ايه اغلع في اول عند ايه لاعرفش حلة يحل شقيعة في الحال وكيف حلناها بتحلوها في الباك وبطلبها منكم بمعرفة بردو نفس الشي بس تخلصنا نطلب منكم انكم كيف كنت تحلوا وتعطونا اليوم على المنصة يضموا ألف عاملات